مرحبا بكم في فيديو تدريبي مقدم من شركة تريست أنجل سنتعرف اليوم على كيفية إنشاء المواقع في نظام نتسويت يمكننا إنشاء المواقع في نتسويت لكل واحد من مواقع الشركة على حدة ثم يمكننا حينئذ تتبع الموظفين وجميع المعاملات حسب الموقع ولإنشاء موقع جديد سنقوم بالتوجه إلى Setup Company Location والنقر على New بداية سنقوم بكتابة اسم الموقع إذا كان هذا الموقع موقع فراعي من موقع آخر فسنقوم باختيار الموقع الأساسي أو Parent Location في هذا الحقل السبسيدري تعتبر المواقع في نتسويت سبسيدري سبيسيفيك إذ يمكننا ربطها بسبسيدري واحدة فقط سنقوم الآن باختيار نوع الموقع إما Undefined, Store, or Warehouse نقوم باختيار Time Zone Document Number Prefix إذا كنا نقوم باستخدام Auto-Generated Numbering مع المواقع فيمكننا جعل تسلسلات أرقام المعاملات الخاصة بنا مستقلة لكل موقع وفي Document Numbers هنا يمكننا تعين الأرقام الأولية ليتم استخدامها لإنشاء أرقام العمليات التي تم تعينها لاستخدام الPrefix الخاص بالمواقع يمكننا تعين لوجو خاص بكل موقع Make Inventory Available نقوم بتحديد هذا الاختيار لجعل المخزون الخاص بهذا الموقع متاحا للطلبات في الأدرس سبتاب يمكننا تعديل الأدرس الخاص بهذا الموقع عند الانتهاء سنقوم النقر على Save نقوم بالذهب إلى List لمشاهدة جميع المواقع الخاص بنا سنقوم الآن بإنشاء موقع فرعي من نقر على New Location كتابة اسم الموقع ومن ثم اختيار الPanent Location الخاص به نقوم اختيار السبسدري نوع الموقع نوع الموقع يمكننا هنا على سبيل المثال إنشاء Document Number Prefix خاص بهذا الموقع عند الانتهاء من تعبئة جميع البيانات المطلوبة نقوم بالنقر على Save كما نلاحظ فقد قمنا بإنشاء موقع فرعي للموقع الأساسي جدة Warehouses يمكننا أيضاً عمل Export to Location بصيغة الأكسل والسي اس بي نشكر لكم حس متابعتكم تم تقديم هذا الفيديو من فريق Trust Angle تقديم هذا الفيديو من فريق 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 تقديم هذا الفيديو من فريق